نشرك أيضا معنا سيد قاسم قصير لتفسير السبب حول عدم الوصول إلى قرار كيف تنظر إلى الأسباب هنا سيد قاسم هل هي بالفعل قد تكون ضغوط سياسية أم قانونية باعتقادك أنا لا أريد أن أدخل في تخمينات طبعا دكتور بول هو خبير قانوني ودستوري لكن لا يمكن الدخول في تخمينات حول الأسباب التي دفعت أعضاء المجلس الدستوري وهم قضاة ولهم تاريخهم في العمل القضائي في اتخاذ هذا القرار رئيس المجلس الدستوري أعلن بوضوح وبصراحة أن لا تأثير للقوى السياسية على قرار الأعضاء وأن لم يتصل به أحد من القوى السياسية وأن القرار أو عدم اتخاذ القرار كان لأسباب قانونية وبسبب عدم قناعة بعض الأعضاء بالطعام وأن ما جرى هو نتيجة نقاش قانوني صرف وليس له أي أبعاد سياسية وأن عدم موجود الأكترية التي مؤيدة للطعام أدت إلى رفض الطعام أو عدم التصويت عليه مما يجعل القانون نافذة أو التعديلات على القانون الانتخابي نافذة أنا برأيي لم يعود الآن من المفيد الجدل حول الأسباب التي دفعت القضاة لاتخاذ هذا القرار طالما أن القرار المجلس الدستوري هو قرار مبرم ولا يمكن الرجوع عنه وأن خلاص انتهت الأمور وأصبحنا الآن أمام تحدي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها سواء يعني يمكن 27 أزال قد يكون من الصعب إجرائها فعلى الأغلب الذهاب إلى موعد الخامس عشر من أيار لأنه حتى يتم تحضير الأمور الإجرائية من قبل الوزارة الداخلية لأن المجلس الدستوري ليس له علاقة بتحديد موعد الإجراء هذا تمني من مجلس النواب ووزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية التي تحدد موادناها نحن اليوم أصبحنا أمام اليوم التالي ينبغي ابتداء من الغد بدء التحضير لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها والمغتربون يصوتون لـ 128 نائبة